السلام عليكم طلاب السادس لإعداد الأبطال أرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم اليوم درس من دروس الإملاء طبعا في درس سابق قدمت درس من دروس الإملاء اللي هو يخص plural الجمع إضافة الأس أو إي أس أو الجمع الشار اليوم عندنا التحويل للماضي أقصد التحويل للماضي يعني تحويل الفعل أقصد بالتحويل للماضي يعني الفعل وشون يتحول الفعل إلى الماضي التحويل للماضي يعني المقصود به هو الفعل شون يتحول إلى الماضي طبعا كل الطلاب يعرفون أنه الفعل هذا يتحول للماضي أما بإضافة إي دي أو ربما يكون شاذ هسه نجي المن إلى أضافة الإي دي كيفية كيفية أضافة إي دي للفعل كيفية أضافة إي دي للفعل لكي يتحول إلى الماضي طبعا من أقول كيفية تحويل الفعل عرفوا كيفية أضافة الإيدي للفعل يعني شلون الفعل يصبح ماضي من نضيف الإيدي يصبح ماضي واحد إذا انتهى إذا انتهى الفعل بحرف E نضيف له فقط D إذا فعل عندنا مثلا فعل like معناه يحب هذا الفعل فعل like هذا الفعل عيوني الفعل like وكل فعل منته بإيدي لما نريد نحوله إلى الماضي لما نريد نضيف له إيدي أقصد الإي موجودة راح نضيف له فقط D هذه الحالة الأولى إذا انتهى الفعل بحرف E والمطلوب هو أضافة إيدي التحويل إلى الماضي بإضافة إيدي نضيف فقط D لأنه الإي أصلا موجودة بأصل الفعل هذا نمبر ون نمبر تو إذا انتهى الفعل بحرف صحيح حرف صحيح آسف لرداءة الخط لأنني خطي مو تمام لكن أنا قاعد أحكي تقدرون يعني تعرفون الملاحظات لأنه قاعد أحكي ويلكتابة إذا انتهى إذا انتهى الفعل بحرف صحيح وجاء قبله إذا انتهى الفعل بحرف صحيح وجاء قبله حرف على واحد نضاعف الحرف الصحيح اللي هو بالأخير لأنه قلت إذا انتهى الفعل بحرف صحيح انتهى يعني الحرف الصحيح بالنهاية وجاء قبله حرف على واحد نضاعف الحرف الصحيح يعني الحرف الأخير ونضيف إيدي شلون يعني يعني مثلا انتهى عندي الفعل هذا الفعل هذا الفعل منتهى بحرف صحيح إجاء قبله حرف علا واحد لما أريد أضيف لإيدي راح شنسوي نضاعف الحرف الصحيح اللي هو الحرف الأخير البي ونضيف إيدي وياي طلاب ولكن لا نضاعف الحروف التالية أكو حروف عندنا ما تضاعف مثل W اللي هي W X Y Z عيوني W X Y Z W X Y Z هذه الحروف لا تضاعف باللغة الإنجليزية ملاحظة تخص هاي يعني تخص هاي المعلومة انه اذا انتهت بحرف صحيح قبل حرف علا واحد ونضاعف الحرف الأخير الصحيح ونضيف إيدي لكن ذن الحروف W X Y Z ما يضاعف حتى اذا انتهت الكلمة بيهن وقبلها نحرف علا واحد لانه ما يضاعف قبل انضيف إيدي زين مثلا سلو هذا ال W حرف صحيح اجي قبل حرف علا واحد لكن هنا سلوت مباشرة إيدي ما ضاعفت وضفت إيدي مباشرة انضفت إيدي لانه ال W وال X وال Y وال Z لا تضاعف ملاحظة لا نضاعف لا نضاعف في الكلمات التالية اكو عندنا كلمات شواء ما يصير نضاعف بيهن يعني ما يضاعف بيهن listen اذا نباوع listen منتهي بحرف صحيح اللي هو ال N قبل حرف علا واحد لكن بهاي الكلمة لا نضاعف يعني قصده لا نضاعف الحرف الأخير يعني نضيف إيدي مباشرة بعد open open كذلك أيضا ال E N ال N لا تضاعف إذا أجت بالنهاية وقبلها حرف علا واحد مثل open opened يعني تقريبا توصلنا إلى معلومة أنه ال E N بالنهاية يعني ال N حرف صحيح يجي قبل حرف ال E اللي هو حرف علا واحد لا يضاعف ال N وهنا بس داني الكلمات حفظوه listen معناها يستمع open معناها يفتح وكلمة visit كلمة visit يعني ال E N وال I T داني الكلمات ال 3 listen open visit هذا هم من تهيب حرف صحيح قبل حرف علا واحد لكن لا نضاعف ال T نضيف مباشرة إيدي يعني هاي استثنيناها هسا شي استثنينا من القاعدة W X Y Z بالنهاية لا تضاعف استثنينا من القاعدة مع المضاعفة الحرف الأخير listen الآن ما يضاعف رغم من تهي يعني رغم ال N حرف صحيح قبل حرف علا واحد open ما يضاعف ال N رغم ال N حرف صحيح قبل حرف علا واحد visit ال T لا يضاعف رغم ال T حرف صحيح قبل حرف علا واحد زين ملاحظة لا نضاعف في E R في النهاية إذا أجت ال E R بنهاية الكلمة ال R حرف صحيح وال E قبل حرف علا واحد يقول ال E R إذا أجت بالنهاية رغم ال R صحيح قبل حرف علا واحد بس ال R ما يضاعف يعني مثلا كلمة offer منتهي بحرف صحيح ال R قبل حرف علا واحد اللي هو ال E يقول ال E R بنهاية الكلمة ال R ما يضاعف يعني راح نقول offert ذني الشواض ما نلقاعدة ما نلقاعدة ما نلقاعدة لازم تحفظوهن طلابنا الأعزاء offer ال R ما ضاعفنا رغم هو واحد صحيح قبل حرف علا واحد بس ما ضاعفنا أضفنا مباشرة E D ولكن نضاعف ولكن نضاعف في أكو كلمات منتهي ب E R بس نضاعف بها refer منتهي ب E R هنا يقول بها أي الحالة يضاعف ال R ونضيف E D refer معناها يشير refert ضاعفنا ال R وضفنا E D بس بذني الكلمة يعني اللي راح أكتبهن يضاعف ال R اللي هو موجود بالنهاية refer يشير معناها refert ضاعفنا ال R وضفنا E D وكلمة prefer معناها يفضل أيضا هنا prefer هم انتهي ب R قبل E ال R صحيح قبل حرف علا واحد ال E بس هنا نضاعف prefert double R نضاعفها ال R ونضيف E D يعني ال E R بالنهاية لا تضاعف ما عدا في كلمتين اللي هما refer refer و refer refer و prefer prefer ضاعفنا ال R بهاي الحال صار عندكم أول حالة بتحويل للماضي حرف E بس نضيف D ثاني حالة اللي هسا كمناها إذا انتهى الحرف إذا انتهى الفعل بحرف صحيح قبل حرف علا واحد نضاعف الحرف الأخير ونضيف E دي ما عدا الشوال اللي ذكرتهن آني هس زين أجي المن أجي إلى بقية ملاحظات ال E بقية ملاحظات ال E وصلنا إلى نمبر ثري إذا انتهى الفعل بحرف Y وقبله حرف صحيح نقلب الحرف Y إلى I ونضيف E دي الفعل منتهي بY ال Y إذا قبل حرف صحيح نقلب ال Y إلى I ونضيف E مثل ستدي إذا اللاحظ الفعل منتهي بY إجي قبل حرف صحيح اللي هو D يجب أن تقلب ال Y إلى I ونضيف E دي ويا إن شاء الله ولكن إذا جاء قبل الحرف ولكن إذا جاء قبل الحرف Y حرف علا حرف ولكن إذا جاء قبل الحرف Y حرف علا فلا نضاعف آسف فلا نقلب الحرف Y إلى I ونضيف مباشرة إيدي شنو المضمون ما الكلامي هذا عيوني مثلا هسا عندي play أنا شقلت بها الملاحظة الثالثة قلت إذا أنتهي الفعل بحرف Y قبل حرف صحيح لازم شون هسا هي Y استدي منتهي بY قبل حرف صحيح قلبنا ال Y إلى I وضفنا إيدي بس ال Y إذا قبل حرف علا أسا شون هسا هي play Y قبل حرف علا يقول لا نقلب الحرف Y نكتبها كما هي وبس نضيف إيدي ما عدا pay معناها يدفع منتهي بY قبل علا أنا قلت ما عدا يعني ذني شواذ عن القاعدة ما إنه إذا انتهت بY قبل علا ما نقلب ال Y ذني منتهيات بY قبل علا بس نقلب به لل Y pay معناها يدفع منتهي بY قبل علا بس رغم هذا أقلب ال Y إلى I وأضيف بس D say معناها يقول أيضا منتهي بY قبل حرف علا ذني شواذ يجب أن تحفظ ذني الكلمات الثلاثة pay يدفع رغم Y قبل علا بس قلبنا ال Y إلى I وضيفنا بس D say رغم Y قبل علا بس قلبنا ال Y إلى I وضيفنا بس D لي معناها يستلقي لي يستلقي أيضا رغم Y قبل علا بس يقلب ال Y إلى I ونضيف بس D ذني إن شاء الله حفظ يجب أن تحفظوهن طلبنا الأعزاء هاي أضافت ال E D أول حالة ذا أنتهت بE بس نضيف D ثاني حالة ذا أنتهت بحرف صحيحة قبل حرف إلا واحد نضعف ونضيف إي ما عدا الشواب طبعا ثالث حالة ذا أنتهت بY قبل صحيحة الشواب يجب أن تحفظ طلابنا الأعزاء الشواب يجب أن تحفظ طبعا الفعل ما نضفنا ل E يعني هذا الفعل نسميه قياسي قياسي regular verb فعل قياسي نضيف ل E لكن أكو عندنا أفعال irregular irregular verbs الأفعال الشاذة لأنه ما ينضاف لهن E D يعني مثلا Go الماضي ما لها Went Speak الماضي ما لها Spoke وإلى آخره هذا طلابنا الأعزاء ما يخص أضافة ال E المن أجي أجي إلى إضافة اللي هي آخر أضافة طبعا إضافة I NG طبعا أضافة I NG أيضا بها ملاحظات نضيفها للفعل إذا انتهى الفعل بحرف E نحذفه ونضيف I NG يعني فعل منتهي ب E فعل منتهي ب E شنسوي لازم نحذف E يلا نضيف I NG يعني هسه مثل Right الفعل منتهي ب E بهاي الحالة طبعا ال E silent لماذا نحذفه لأنه silent يقول كل فعل ينتهي ب E silent صامت يعني ما يلفظ ما هو ال Right ما قاعد ألفظ E يجب أن يحذف E يلا نضيف I NG شو تخلونا ببالكم ما حذفنا مباشرة نضيف A NG C أيضا منتهي ب E بس بقت E وضفنا A NG agree أيضا بقت E وضفنا A NG و D أيضا بقت E وضفنا A NG عيون أول حالة بضافة A NG إذا انتهى الفعل بحرف E نحذفه هذا E ونضيف A NG ما عدا ذن الشواضي يجب أن تحفظ هذه الأفعال B C agree die ذن منتهيات بE بس بقت E وضفنا A NG هاي الحالة الأولى الحالة الثانية إذا انتهى الفعل بحرف صحيح وجاء قبله حرف عل واحد إذا انتهى الفعل بحرف صحيح وجاء قبله حرف عل واحد فنضاعف الحرف الصحيح اللي هو بالأخير فنضاعف الحرف الأخير ونضيف A NG شلون يعني يعني عيوني هذا الفعل ينتهي بحرف صحيح اللي هو الآن قبل حرف عل واحد شرط أن يكون حرف عل واحد فش نسوي نضيف A NG نضاعف بهاي الحالة إذا انتهت بحرف صحيح قبل حرف اللي واحد نضاعف الحرف الأخير اللي هو الحرف الصحيح ونضيف A NG أعيد الملاحظة إذا انتهى الفعل بحرف صحيح وجاء قبله حرف اللي واحد فنضاعف فنضاعف الحرف 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 ونضيف A NG number three إذا انتهى إذا انتهى الفعل بحرف Y فنضيف مباشرة A NG سواء جاء قبله سواء جاء قبله حرف صحيح أو عل عيوني طلاب إحنا بإضافة E D قلنا إذا انتهى الفعل بY قبله صحيح تقلب Y إلى I ونضيف ED بس إذا Y قبله عل ما تقلب Y إلى I ونضيف مباشرة ED بإضافة A NG عيوني بإضافة A NG بس تشوفون فعل منتهي بY سواء قبله قبل Y حرف صحيح شون هسهل المثال الأول أو وقبل Y حرف على شون بالمثال الثاني يقول لا تقلب بال A NG انضيف مباشرة A NG و play playing play playing play playing يس هذا ما يخص Y نمبر فور يعني Y بس تشوفون Y سواء قبله صحيح أو قبله عل بإضافة A NG ما يقلب Y قبل انضيف A NG نمبر فور إذا نمبر فور إذا انتهى الفعل بالحرفين I E نقلب هما إلى Y ونضيف A NG ونضيف A NG عيوني مثلا هسا عندي D I إذا انتهت أو إذا انتهى الفعل بالحرفين A NG وريد نضيف A NG دول A NG اثنين هم نقلب هم إلى Y اثنين هم A NG إلى Y ونضيف A NG A NG نعم يس طلاب بس اكو معلومة هنا اضافية اني الحالة الثانية اعيد هنا واوضح بالحالة الثانية اكتو تفصيل يعني اضافة لهذا الموجود اول حالة باضافة A NG فنضاعف الحرف الأخير ونضيف A NG شون السوم انتهت بصحح قبل على واحد ضاعفنا الحرف الأخير وضفنا A NG بس الكلمات التي ذكرتهم بأضافة E D نفسهم يقول لا نضاعف في Open Open رغم انتهي بحرف صحيح قبل حرف على واحد بس بأضافة A NG يقول ما نضاعف نفسهم Open و Visit Open معناها يفتح اللي ذكرتها منتهي ب E N و Visit معناها يزور اكو كلمات ذكرتهم بالأيدي عيوني ما نضاعف بيهن اذا انتهت بال E N الكلمة اذا انتهت بال E N مثل Open وكلمة Listen Open هاي وحدة وكلمة Listen هاي اثنيا يقول صح منتهيات بأن ال E N حرف صحيح قبل حرف على واحد بس يقول ال E N بنهاية الكلمة ما نضاعف ال E N في هذه الكلمات Open و Listen قبل نضيف I N G شون Open قبل ضفنا I N G Open Listen هم مباشرة نضيف I N G بدون مضاعفة كلمة Visit اضافة لذن Open و Listen كلمة Visit رغم انتهي بحرف صحيح اللي هو T قبل حرف على واحد بس ما نضاعف الحرف الاخير مباشرة نضيف I N G صارت عندنا هاي المعلومة لما قلنا إذا انتهت بحرف انتهى الفعل بحرف صحيح قبل حرف على واحد انضاعف الحرف الاخير ونضيف I N G شون انتهت بصحيح قبل على واحد ضاعفنا الصحيح اللي هو M وضفنا I N G بس Open N ما يضاعف Listen N ما يضاعف Visit T ما يضاعف لنشوات لنشوات بعد اكو حالة شاذة اكو حالة شاذة همتع بعائله النفس اللي ذكرتها باليد يقول لا نضاعف ال W وال X وال Y وال Z ويا ان شاء الله لا نضاعف في E R في النهاية ال E R اذا اجت بالنهاية ال R ما يضاعف مثلا Offer Offer منتهي ب E R الكلام لما اريد اضيف لها I N G ال R ما يضاعف يعني مباشرة نقول Offering بدون مضاعفة بدون مضاعفة الحرف الصحيح رغم هو ال R حرف صحيح قبل حرف على واحد ال E R بالنهاية ما تضاعف بس بكلمتين نفس اللي ذكرت باليد ريفار و بريفار عيوني ريفار منتهي ب E R و بريفار هم منتهي ب E R ونحن لدينا معلومة ال E R بالنهاية ال R ما يضاعف بس بدون الكلام تي الريفار يضاعف ال R ونضيف I N G و بريفار يضاعف ال R ونضيف I N G والحالة الثالثة على ال Y اذا اجي قبل صحيح او علة ما يقلب مباشرة نضيف I N G والحالة الرابعة اذا انتهى الفعل بالحرفين I E نقلبهما على Y ونضيف I N G واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله Good bye